وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويستر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعنوين البرنامج بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة الأخ أبو خليفة من رأس الخيمة يقول كنا يعني في البلد عندنا إذا جينا نوزع زكاة الفطر يقول اجتمعون مجموعة يقول يبدون يقول نوينا أن نزكي زكاة الفطر كذا وكذا يقول يجهرون بالنية يقول ما حكم ذلك أبو خليفة بارك الله فيك بالنسبة للنية هي عزم القلب على فعل الشيء عزم القلب ولذلك النية محلها القلوب وليس اللسان فالله جل وعلا أمرنا بهذه العبادات وأمرنا بالإخلاص قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه كان يجهر بالنية في أي عبادة من العبادات ولذلك ما حصل سابقا هذا خطأ من الأخطاء وبدعة من البداع ومحدثة من المحدثات والحمد لله لنوركم والحمد لله لبصركم بالسنة فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك ما تجهر بالنية وإنما النية محلها القلب ويعلمها علام الغيوب الذي لا يعلم ما في القلوب إلا هو جل وعلا وتقدس فالآن الناس إذا جاءوا ليوزعوا زكاة فطرهم لا يجوز لهم أن يقولوا نوينا أن نخرج زكاة الفطر لا لا يكفي النية في القلب أنت الآن في مثل هذا الوقت هذا هو النية لما جيت توزع زكاة فطرك في هذا اليوم أو في هذه الليلة أن تقاصد زكاة الفطر فالله عز وجل أعلم بما في قلبك أبو خليفة يقول بالنسبة للمس الرجل عورة المرأة أو المرأة عورة الرجل يقول هل هذا يبطل الصيام؟ الجواب لا الجواب لا فليس من مبطلات الصيام لمس العورة ولا النظر إليها لكن الواجب على الصائم أن يحتاط لصومه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حام حول الحمى أو شك أن يرتع فيه ومعلوم بأن أشد المفطرات الجماع ولا شك بأن النظر واللمس هذه مقدمة للجماع فيحذر الإنسان وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أن رجلا سأله عن القبلة للصائم فرخص له وسأله آخر عن القبلة للصائم فمنعه فنظره فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي منعه شاب وهذا أيضا حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يعني متكلم فيه من جهة الإسناد ولذلك أخي الفاضل هو لا يفطر يعني ليس من المفطرات لكن الإنسان يحتاط لصومه أبو محمد من العين يقول جاءنا مولود من عشرة أيام كمل سبعة أيام والآن زيادة يقول بالنسبة العقيقة يقول يعني والده ما استطاع يذبح في مثل هذه الأيام أبو محمد بارك الله فيك شكرتم الواهب و بارك الله لكم في الموهوب وأسأل الله تعالى أن يجعله من موليد السعادة فبالنسبة للعقيقة بارك الله فيك سنة تذبح يوم سابعه أو يوم أربعة عشر أو يوم واحد وعشرين فبالنسبة للذكر يذبح عنه بشاتين والبنت بشاة واحدة ولكن هذا لا يعني أنه إذا ما ذبح يوم سبعة أو أربعة عشر أو واحد وعشرين خلاص لا تبقى العقيقة مع المولود حق على الوالد لكن فات الأفضلية فات الأفضل فالأفضل أنها تذبح يوم سبعة فإن لم يستطع يوم أربعة عشر فإن لم يستطع في يوم واحد وعشرين كما في حديث عائشة رضي الله عنه إذا ما ذبح يوم واحد وعشرين فاتته الأفضلية و بقي الحق وهي سنة مؤكدة على الوالد و هي حق للمولود على والده بارك الله فيك فتذبحونها متى ما يعني تسنى لكم و تيسر تذبحون العقيقة يا أبا محمد طيب عندي مكالمات تفضل يا أملو أي أنا معك تفضل يا أملو أي من أسبانيا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام و رحمة الله أنا عندي بعض أسئلة بارك الله و كنت عندي السؤال الأول بالنسبة لتخريج زكاة عن المال يعني أنا عندي عندي مال بدي أخرج عنه الزكاة لكن هذه الزكاة يعني بدي أعطيها لامرأة من العائلة في المغرب و أنا مقيمة بإسبانيا و يعني هذه المرأة بدي أعطيها هذا المال يعني هي بدي أتشتري منها خروف للعيد الكبير هل يجوز هذا؟ إن شاء الله والسؤال الثاني بالنسبة للزكاة آه يملو أي انقطع الله المستعب حاول يملو أي مرة ثانية تظلم محمد ليبيا أهل يا شيخ تظلم عندي والدي عند الغذروف ما يقدرش يصلي هو واقف يصلي بينا في الترويح هو جالس شنحكم يعني إن شاء الله أهلا وسهلا تظلم أبو طاهر السلام عليك شيخ كيف حالك السلام ورحمة الله وبركاته و الله يكريم إن شاء الله إياك الله يبطي لادك الله وفقه وعلم إن شاء الله آمين السؤال عندي والله أربعة سئلة سمعت فضل السؤال الأول هل تقوز تعطى الزكاة لزكاة الفطفة لغير المسلمين إن شاء الله السؤال الثاني يالله سبحانه وتعالى قال في كتابك عن موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى ولكن ما قال عن يوسف واستوى نعم السؤال الثالث هل مريم بنت بران أم عيسى عليه السلام هل هي من الأنبياء يعني ذكر هل نقول عليها السلام إن شاء الله والسؤال الأخير كيف يعرف المسلم أنه صادف ليلة القدر إن شاء الله أبو طاهر أحسن جزاك الله خير مرحبا مرحبا فضلي أمينة السلام عليكم عليكم السلام يا شيخي هل يجوز أن نمسح الأرضية بماء مقر عليه إن شاء الله يعني من يومين يا شيخ أنا قاعد أصب لي ماء وما شاء الله نكب يعني على ملابسي فيه في الأرضية قلت أستغل هالماء اللي على الأرضية ثبت له مطهر ومسحتك بالأرضية إن شاء الله فترددت في بداية الأمر ما مرتاحة يعني إن الماء مقر عليه فقط نسألكم إذاكم الله خير شاء الله أمينة واضح السؤال الثاني إذاكم الله خير أهى الخصوص اللي يصلي على الكرفي هل لابد أن يساوي قدميه الأرض أم لابد أن يرقاها قليلا أو أن يضع أطراق أصابعه على الأرض ربما يكون قصيرا وعنده إشكالية على الكرفي وما شابه يعني إن شاء الله إذاكم الله خير إياكم الله فضيلي رفيعة السلام عليكم عليكم السلام أذا أسأل بس إن سماع القرآن عند النوم يجعل الإنسان يشعر بالنعاص ولكن هل سماع القرآن الكريم في هذا الوقت الليل حرام ولا يجوث أم لا بس سماع 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 القرآن إيش يسوي أنا يعني هل سماع القرآن حرام في هذا الوقت لأننا ننام عنه خلاص نرقد عنه هو اللي مش تغل بس القرآن هو اللي يخلي الإنسان يشعر بالنعاص ويسمع وبعدين ينام بس أنا بس أنا أسأل هذا الوقت حرام نسمع لنا ما حد يسمع زين ويرقد عنه الناس أم يعني أم يعني لو سمعنا يعني بنحس بالنعاص بنرقد هذا الشيء يعني مهم شاء الله شاء الله مع السلام مع السلام فضلي أحمد السلام عليكم دكتور عليكم السلام الله يجزيك الخير دكتور دكتور إذا سمحت أنا بس سؤالين أو ثلاثة تفضل أحمد الله يجزيك الخير دكتور ما حكم تأخير الميراث لأي سبب من الأسباب اثنين الأحفاد هل يريسون من الجد في حال والدهم توفى قبل وفاة الجد أو الجد نعم فقط هذول والله يجزيك الخير حياك الله يحمد الله يسلمك شكرا فضلم حالد سلام عليكم شيخ عليكم السلام سلامت الله مبروك عليكم ما تبقى من الشهر الله يبارك فيك يحفظك الله يبارك فيك بغير تستكسر عندي عيالي في البيت يعني ما كنين شاربين ومززوجين وعندهم عيال هذه أنا أدفع عنهم الفطرة من عندي إن شاء الله وعادي إني أنا أدفع فلوس لأن الحين واحد وين بيودي مثلا الرز أو غيره إن شاء الله أدفع فلوس للجمعيات إن شاء الله سلام خالد سلام دكتور مرحبا مرحبا أبو عبد الرحمن سلام عليكم عليكم السلام سوارك في حالكم إن شاء الله مرحبا در أبو الله يحفظ إذا كنت الله خير بقيت بالنسبة للأسهم الآن الأسهم هذه العادية عرفنا نحسبهم شعر السوق الموجود يعني رغمنا مثلا اللي بدرها ما حييمكن 26 فلس وكذا حسب السعر لكن في عندنا جمعية أبو غضبي هذه مالها السعر معين لا أحد يشتريه ولا أحد يبيع تسأل ما فيه شيء عن اللي ولا نعرف يعني أحيان تحصل أحد يقول يعني السعر تقدير بس هك وفيه نفس الجمعية كانت جمعية طلعت منها شركة ثانية اسمها الضبي ما دفن عن شيء فيها من نفس الجمعية طلعوا شركة ثانية اسمها لها أسهم مستغلة ولها كذا لحالة أي نعرف كيف زكاتها لأن هذه عندي حق ناس آخرين كانوا أيتام بس هالحين ما شاء الله يعني يا أبو عبد الرحمن لو جيت تبيع الآن بأسهم الجمعية ممنوع لا لا مش ممنوع طيب ما في سعر ثاب ما في سعر ثاب لكن لو تجي تبيع قالوا لك السعر الفلاني تقديرا بس ما تجد المشتري ممتاز هذا أهم شيء طيب أبشر يا أبو عبد الرحمن الله يحفظ ما رحب الثانية هذه نفس الشيء نفس الكلام أبشر الجواب واحد إن شاء الله الله يحطي أهلا وسهلا فضليمنا سلام عليكم يا شيء عليكم السلام ورحمة الله فواتم إن شاء الله مبارك عليكم اللهم آمين علينا وعليكم معايا قالت صلحا عملية في عيونها في رمضان وتقول القطر تحسها في حلقها قال تقول تعيد هذا اليوم أو لا إن شاء الله وعندي يا شيء سؤالت عني جارنا بمحرمات وجاب لي فلوس أمانة عندي وأنا شلته أتعمنته له هل أليه شيء إن شاء الله سؤال استغلت أنا عندي اتهاب شديد ويخرج مني إفرازات صيامي كيف أيش يا مونة عندي إلتهاب شديد ويخرج مني إفرازات أي إفرازات وصيامي كيف حكم صيامي قصدك إفرازات من حيث الوضع أنت قصدك الإفرازات وين أيوة أيوة في منطقة خروج الولد أيوة يعني طيب أنت الآن لكن ليس دم حيض ولا دم لا 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 إفرازات عامية طيب طيب إن شاء الله شكراً أهلاً وسهلاً محمد السلام عليكم عليكم السلام ممكن ثلاث أسئلة ممكن إذا أردت أن أدعو في السجود مثلاً أحمد الله وأسبحه ثم أدعو هل التحميد والتسبيح يكون في كل سجدة مثلاً قبل أي دعاء أو أي موضع آخر دائماً أسبح وأشكر الله إن شاء الله السؤال الثاني حديث للصائل عند فطره دعوة لا ترد القصد الدعوة تكون قبل أن يأكل بثواني أو أثناء أكله أو كيف إن شاء الله السؤال الأخير هل يجوز أن يضع الشخص دعاء مسجل عن طريق الهاتف ويؤمن وراءه إن شاء الله دعواتك الله يحفظنا وإياك وتقبل منه ومنكم فضلي عفيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أزوجي رحمة الله عليه أفطر يوم في رمضان لكن ما بير يستطيع يصوم يعني شهرين متابعين وهو قال لي أنا أطلع كفارة بس أنا من يفتكر أنه أطلع كفارة أولا لا أنا لكن الحمد لله بعدما توفر صمت عنه شهرين هذه فأنا أبغد حين أعرف كيف هو أنت قلت لي أفطر يوم واحد في رمضان نعم أفطر يوم واحد أي يوم واحد كيف صمت شهرين لأنه هو يعني الكفارة حبت أطلع شهرين يعني أفطر بيجي مع طيب طيب فأنا صمت عنه بعدما توفر الشهرين هذه إن شاء الله هو قال أنا أطلع كفارة بس ما أدري يعني هو هل طلع كفارة وكان ساعتها قادر على الصيام بس هو كان عنده مرض مزمن شوية عنده قلون إي لكن لكن يصوم رمضان أي ورمضان يصومه يصومه بس بالآفية إن شاء الله طيب يا عفيف فأنا يعني أطلع لحين الكفارة يعني أشكي براء للدمة بطلع كفارة برضو فقديش يعني تطلع الكفارة بالسعودي عندنا إن شاء الله وهل يزي فلوس عن الإطعام شكرا شكرا أهلا وسهلا أم محمد أم محمد من ليبي تفضلي أم محمد راحت يلا يلا تفضلي أم محمد السلام عليكم عليكم السلام أغلقوا لي هذا لو سمحتوا أتفضلي ما عليش عندي ما عليش عندي زوج أسل يا شيخ أتفضلي أختي أتفضلي أخفض التليزيون يا أم محمد أخفض التليزيون أشبعينا الهاتف الله يرضى عليك السؤال الأول يا شيخ أنا في 15 يوم في رمضان نضت هكي صدبنا أصحاب الفجر ما زال شوي شربتم مية شوي شربتم مية شربتم بعدين وستقبت يقيت الساعة معنا الفجر مدن ليه 5 دقائية صدبت مية وقد اطلت عصير بعدها يقيت الفجر مدن معنا تقريبا 10 دقائية هكي هكي هذا متى أي يوم في 15 رمضان ايه في 15 رمضان مستوى الثاني أيوه مستوى الثاني عندي شيخ عندي أخويا شيخ متوفي منه سنة نبكي عليه هل بمعنى نبكي هل يضر ولا لا شاء الله يا محمد خلاص أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع سعيد بن أبوظبي بالأمس يقول بالنسبة لصلاة التراويح في العشر الأواخر يقول يعني نصليها بعد العشة وبعدين نقوم آخر الليل نصلي الساعة الواحدة قيام الليل سعيد بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذه الأيام العشر الأخير من رمضان هذه خلاصة الشهر أو زبدة الشهر ولذلك الإنسان في مثل هذه الأيام يودع شهر رمضان الذي هو موسم من مواسم الخير وأيضا هذه الأيام وهذه الليالي الليالي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير من رمضان يزيد في الطاعة والعبادة ويمد في الصلاة صلى الله عليه وسلم ولذلك يحرص الإنسان في العشر الأخير من رمضان على الاجتهاد يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي والأيام الأمر الثاني بالنسبة للإنسان يجوز له أن يقسم قيام الليل على الليل مثلا في أول الليل وفي آخر الليل ما في بأس لكن الأفضل والأكمل والأحسن هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مثلا أول الليل ثم صلى آخر الليل وإنما صلى صلاة واحدة إلا ما يقال بأنه لما كان يجلس بعد أربع ركعات قالوا بأنه يجلس جلسة طويلة لأنه كان يقرأ بالمئين صلى الله عليه وسلم مئات الآيات يقرأ ولذلك أخ الفاضل أنا أنصحك بأن تجعل صلاتك واحد ومع ذلك أنا لا أحرم ولا أنهى عن تقسيم الصلاة على الليل لكن الأفضل والأكمل والأحسن تجعل صلاتك واحد إما أن تصلي بعد العشاء قيام الليل اللي يسمونه التراويح تصلي التراويح بارك الله فيك وتمد في الصلاة يعني أكثر من الأيام من العشرين الأول أو أنك تجعل في الثلث الأخير من الليل تقوم الساعة الوحدة الساعة الواحدة الساعة الثانية مثلا هذا طيب هذا في الثلث الأخير من الليل تطيل في الصلاة وتطيل في الركوع وتطيل في السجود بارك الله فيك سعيد يقول شخص أعطاني ثلاث ثلاثين ألف درهم أمان يقول هل هذا المبلغ عليه زكاة أخوي سعيد بالنسبة لك الله يبارك فيك عليك حفظ الأمانة وهو عليه الزكاة أما أنت لست مسؤول عن زكاة هذا المال أنت مسؤول عن حفظ الأمانة فأنت تحفظ الأمانة وتؤديها لأن الله تعالى أمرنا أن نؤدي الأمانات يا أيها أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهو الذي عليه زكاة هو الذي عليه زكاة أنت لست مسؤول عن زكاة هذا الإنسان محمد من عجمان يسأل عن تحرير ليلة القدر يقول يعني هي موجودة في الليالي الفردية الوتر يقول بالنسبة لبقية البلدان كيف تكون ليلة القدر محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لليلة القدر فالراجح من أقوال أهل العلم أنها في العشر الأخير من رمضان هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الأمر الثاني أن ليلة القدر قد تتنقل في العشر الأخير من رمضان ما بين سنة وسنة فسنة تكون في يوم 21 وسنة تكون في يوم ليلة 27 وسنة تكون ليلة 29 مثلا المسألة الثالثة أن ليلة القدر في السنة الواحدة فيما يظهر من كلام أهل العلمات تتنقل بمعنى أنها ثابتة في السنة الواحدة ولذلك مثلا في هذه السنة تكون ليلة القدر ليلة 25 أو 27 أو 29 مثلا أو 21 أو 23 فثابتة ثابتة بالنسبة للسنة الواحدة أما بقية السنوات فذكر كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء قالوا بأنه ممكن أن تتنقل بين ليالي العشر المسألة الأخرى إذا تقرر هذا فإن ليلة القدر واحد لكن إذا اختلف الوقت بالنسبة لغياب الشمس فإنها هي ليلة واحد فتكون مثلا عندنا الآن ليلة القدر هنا مثلا وفي أفريقيا ما غربت الشمس بعد نعم هي نفسها ليلة القدر والملائكة تنزل هنا وتنزل هنا فإذا غربت الشمس بدأت ليلة القدر كذلك في أمريكا الجنوبية بالنسبة لهم نحن يوم السبت السبت عندهم سيأتي بعد فترة فيكون ليلة القدر مدام أنه قلنا بأنها ليلة فردية مثلا يكون عندهم أيضا في نفس الليلة أما ما سألت عنهم من قضية كونها فردية طيب من صام قبلنا أو صام بعدنا هل يوفق ليلة القدر الله أعلم الله أعلم يا أخي الفاضل وهذا يدعونا حقيقة يدعونا أن نجتهد في العشر الأخير من رمضان و لذلك من أراد أن يدرك ليلة القدر فعليه أن يجتهد في العشر الأخير من رمضان و أن لا يفرط و أن لا يكون عنده حسابات و الله أشوف الليلة فردية خلني أقوم بكرة شفع لا خلني أتكاسل لا و إنما يجتهد و قد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن الصلاة الوسطى الواردة في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين ما هي الوسطى؟ قال صل الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى و لذلك أي إنسان يريد أن يدرك ليلة القدر يقوم الليالي العشر الأخير كله يجتهد فيها و أن لا يتكاسل و أن لا يفرط في هذه الليالي و أن لا تكون عنده انتقائية و حسابات معينة و الله هذي شفع و هذي وتر و هذا في جميع دول العالم حتى أخوان الذين صاموا بعدنا يشاهدوننا الآن بيوم مثلا أو يومين أو بعضهم أعتقد السنة هذه ما حتصام قبلنا الصيام تأخر في بعض الدول و لذلك تجتهدون بارك الله فيكم في هذه الليالي كلها تجتهدون اجتهاد كبير و قوي في أن تدركوا في أن تقوموا العشر الأخير لتدركوا ليلة القدر بإذن الله جل و على أبو كريم من دبي يقول قبل أربع سنوات استلفت مبلغ مية و أربعين ألف يقول سلفت مبلغ مية و أربعين ألف لصديق يقول بعث و سدد بعض المبلغ و بقي النصف الآخر عنده هل أزكيه؟ أبو كريم نعم بارك الله فيك أنت الآن تقول سلفت رجل مية و أربعين ألف سدد نصف المبلغ باقي النصف الآخر عنده و واضح بأن هذا رجل مليء و موسر و غير مماطل و لا جاحد و المبلغ هذا اللي عنده أمانة مثلا كأنك وضعت هذا المبلغ في حسابك البنكي في حسابك مثلا كأنه موجود و ديعة و لذلك تزكيه فالراجح من أقوال أهل العلم بارك الله فيك أما الذي تصرفه هذا معه لي زكاة الذي تصرفه معه لي زكاة طبعا أبو كريم بالأمس انقطع اتصاله و أنا قلت لها أعدك بأني سأجيب إذا كان حسب ما فهمت يقول كان عندنا بيت صغير و ما سكننا و اضطرين أننا نبيعة يقول يعني هل فيه الزكاة أخوي أبو كريم إذا كان سؤالك و تمنيت أنك تدخل اليوم تبين لنا السؤال لكن قدر الله ما سمعنا صوتك إذا كان قصدك عندكم بيت صغير و ما سكنتوه ثم بعتوه و المبلغ عندكم الآن هذا المبلغ إذا بعد البيع بعد ما بعتم البيت اللي كنتم أصلا أنتم ما أنتم ساكنينه و لا أصلا عارضينه للبيع و الشراء لا فبيعته و المبلغ عندك هذا المبلغ تستقبل فيه 12 شهر قمري فإذا مضى عليه حول كامل تزكي هذا المبلغ تخرج ربع العشر بارك الله فيك هذا الجواب على السؤال الذي فهمت أنا لأن السؤالك صار مبتور بسبب انقطاع الهاتف بارك الله فيك أملو أي من أسباني تقول يعني أنا أعيش في أسباني و حاب أني أخرج زكاة مالي لإمرأة قريبة لي في المغرب و ذلك لأن تريد أن تشتري منها خروف العيد هل يجوز؟ أملو أي بارك الله فيك و بارك الله لك في مالك بالنسبة للزكاة بارك الله فيك ما يجوز للإنسان أن يحاب بها صديق أو حبيب أو قريب و إنما يعطيها لمن يستحقها من الأقارب أو غيرهم و الذين يستحقون الزكاة هم الذين ورد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله فيا أملو أي هذه التي في المغرب المرأة اللي ذكرت بأنك ستبعثين لها الزكاة فقيرة تقول إن نعم نعم تعطينها من الزكاة مسكينة عندها شيء بسيط جدا ما يكفيها نعم تدفعين لها من الزكاة غارمة عندها دين عليها قرض بحق و ليس بباطل و ما تستطيع السداد نعم تعطينها من الزكاة أما إذا قالت لك والله لا أنا مكتفي الحمد لله لكن ما عندي خروف العيد ابعثي لي زكاةك علشان أشتري خروف العيد لا ما تدفعي الله لمثل هذا لماذا لأن خروف العيد ليس واجب عليها الضحية ليس واجب عليها غير مقتدرة الضحية سنة مؤكدة في قول جماهر أهل العلم واجب عند بعضهم لمن ملك قيمتها أيام العيد و أيام التشريق لذلك بارك الله فيك إذا قالت لك أعطيني لأشتري خروف العيد قولي لها لا إذا قالت لك لا أنا فقيرة مسكينة ما عندي شيء علي ديون علي قروض عندي دخل بسيط جدا نعم هذه تستحق الزكاة واضح يا أم لؤي بارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يتقبل منك أم محمد من ليبيا تقول والدها معه الغضروف و يصلي جالسا التراويح إماما بهم تقول يصلي إمام بهم تقول ما حكم صلاته جائز بارك الله فيك يجوز له أن يصلي قاعدا و ذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم و النبي عليه الصلاة و السلام لما جحش و جحش معناه سقط من الفرس فتعور جنبه الأيمن صلوات ربي و سلامه عليه فصلى جالسا عليه الصلاة و السلام مدة من الزمن كان يصلي جالسا صلى الله عليه و سلام فقولي لوالدكم ما في بأس أن يصلي جالس بل حتى لو لم يكن فيه شيء بالنسبة لصلاة السنة يجوز للإنسان أن يصليها قاعدا إذا كان قادرا على القيام لكن لا بد أن يعلم بأنه على النصف من أجر القائم أما إذا كان هناك سبب مثل والدك عنده غضروف ما يستطيع القيام فله الأجر كامل إذا صلى جالسا و لله الحمد و المنه أبو طاهر من عمان يقول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغيلي المسلمين أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الفطر لا تعطى إلا لفقراء المسلمين تعطى للفقراء و المساكين بارك الله فيك و بالنسبة لهذه المسألة هي زكاة الفطر فريضة و واجبة لا يعطى لغير المسلم لكن غير المسلم ممكن يتصدق عليه إذا كان فقيرا أو محتاجا ما في بأس أنك تتصدق على غير المسلم أما زكاة الفطر فلا بارك الله فيك أبو طاهر يسأل يقول في قول الله تعالى عن موسى و لما بلغ أشده و استوى آتيناه حكم و علم يقول في يوسف ما قال و استوى أخي الفاضل بارك الله فيك يعني بالنسبة لهذه الآية قال أهل العلم و لما بلغ أشده و استوى قالوا استوى يعني بلغ أربعين سنة بلغ أربعين سنة كما جاء في ذكر الآيات في ذكر الذي كان بينه و بين والديه جدان استوى نعم قال أربعين سنة أما بالنسبة ليوسف فلما بلغ أشده آتيناه حكم و علم قالوا بأنه لم يبلغ الأربعين هذا هو الوجه الراجح من أوجه التفسير لأهل العلم قالوا بأنه لم يبلغ الأربعين و لذلك لم يأتي ذكر الاستواء قالوا الاستواء هو بلوغ أربعين سنة و هو السن الذي يبعث الله جل وعلا به عليه الأنبياء أبو طاهر يقول بالنسبة لمريم عليها السلام يقول هل هي نبية و هل يجوز لنا أن نقول عليها السلام أبو طاهر بارك الله فيك بالنسبة لمريم عليها السلام مريم بنت عمران هي والدة عيسى صلى الله عليه وآله وسلم و هو آخر الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام فليس بين النبي صلى الله عليه وسلم و بين عيسى نبي ولذلك هذه الفترة أربعمائة أو خمسمائة أو ستمائة سنة جاء في حديث أن هذه الفترة ليس بينهما نبي ولذلك هو آخر أنبياء بني إسرائيل وبعده خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم و مريم ليست بنبي في قول جماهير أهل العلم مريم ليست بنبي في قول جماهير أهل العلم خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى فذهب إلى أنها نبي يوحى إليها و استدل بقول الله عز وجل الآيات التي و أوحينا إلى أم موسى و غيرها من الآيات و الصواب قول جماهير أهل العلم أن الأنبياء يكونون من الذكور من الرجال من الذكور و لا يكون الأنبياء من الإناث و لذلك لم يبعث الله امرأة نبيا و إنما كان يبعث الرجال جل وعلا و تقدس و أما قول ابن حزم الآيات الله عز وجل قال أوحى إلى النحل النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا و لذلك لا يعني بأن الله عز وجل حينما أوحى إلى النحل جعلها أنبياء فهذا هو يعني جواب أهل العلم و قول عليها السلام ما في بأس يجوز أن يقال عن الصالحين و الأولية مثل مريم و مثل آسيا زوج فرعون و مثل لقمان مثلا هؤلاء الأولية و الصالحين يجوز أن يقال عليهم السلام ما في بأس في ذلك بارك الله فيك طيب عندي فاصل قصير يا أبو طاهر بقي لك سؤال إن شاء الله بعده أكمل الإجابة على أسئلة الجميع فانتظروني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون برنامج فتاوى برعاية تعاونية الشارقة ترجمة نانسي قنقر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حياكم الله جميعا أبو طاهر يسأل يقول كيف يعرف المسلم أنه صادف ليلة القدر أخي أبو طاهر بارك الله فيك مثل ما ذكرت قبل قليل في نصيحة للجميع أن يجتهدوا في العشر الأخير من رمضان وأن يقوموا ليالي هذه العشر فإنهم جزما بإذن الله يجل وعلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع سيدركون ليلة القدر أما هذه الحسابات وهذه الانتقائية فهذا ما يليق بالمسلم الذي يريد الله والدار الآخرة ويحرص على الخير النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات صحيح ذكر بأن ليلتها بلجة باردة طلقة أيضا في صبيحتها الشمس تشرق لا شعاع لها والملائكة تنزل في هذه الليلة بكثرة حتى أن العلماء لما ذكروا قضية الهدوء والسكينة وكونها باردة وبلجة قالوا بسبب نزول الملائكة لكن أنا وصيتي ونصيحتي للجميع الاجتهاد في هذه العشر الأيام معدودات والليالي سريعة وما بقي إلا القليل ولذلك الإنسان يجتهد ويترك مثل هذه الحسابات ويسأل الله جل وعلا القبول أمينة من عمان تقول هل يجوز مسح الأرض بالماء المقرع عليه وذكرت بأنه سقط منها شيء وكذا ما في بأس بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا كان لديه ماء مقري فسقط على الأرض فمسحه لا حرج عليه في ذلك الحمد لله الأمر في هذا واسع أمينة تسأل تقول الذي يصلي على الكرسي هل يجب عليه أن يساوي بين رجليه أو يضع أصابعه أو إذا كان قصيرا ماذا يفعل أختي أمينة بارك الله فيك بالنسبة لمن صلى على الكرسي يصلي بشكل طبيعي وعادي سواء قدم رجل أو أخر أخرى لأنه يسمى قاعد يسمى قاعدا لكن الأفضل أن الإنسان يجع رجليه كما هي في الصلاة يجع رجليه كما هي في الصلاة أما إذا كان الكرسي مرتفع وهو قصير مثلا القامة فتدلت رجليه ما عليه شيء ولله الحمد ما عليه شيء لأنه يصدق أن يطلق عليه قاعد يقول هذا قاعد قاعد يصلي قاعدا بارك الله فيك رفيعة تقول يعني هل حرام سماع هل حرام تشغيل القرآن أثناء النوم لأنه يعني أحيانا شغلة لأنه يجيب النعاس تقول هكذا تقول رفيعة أخت الفاضلة لا ليس بحرام ما نستطيع أن نقول حرام تشغيل القرآن والناس نائمين ما في بأس لا بأس بذلك لكن الأفضل أن القرآن لا يشتغل إلا حال الاستماع فالله جل وعلا يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فالقرآن إذا قرأ ينصت إليه الإنسان وإن كان بعض العلماء جعل هذا في الصلاة ولكن حتى خارج الصلاة يعني من الأدب مع القرآن أني أستمع لي لكن إذا حب شخص أني شغل في البيت والناس نائمين ما في حرج ولله الحمد ولمنه لكن قضية أنه يجيب النعاس يمكن هذا يختلف من ناس إلى ناس بعض الناس عنده سماع الصوت هذا مثلا يعني يستعجل له بالنوم يستعجل له بالنوم لكن عموما ما في شيء بارك الله فيك أحمد يسأل يقول بالنسبة لحكم تأخير الميراث يقول ما حكم تأخير الميراث أخوي الفاضل بالنسبة لتأخير الميراث إذا كان لسبب فما في بأس ومن الأسباب مثلا حصر الترك كأن يكون هناك حصر للترك فيطول الوقت مثلا تكون هناك مثلا يعني أموال مفرقة للميت فيقومون بحصرها الأمر الثاني أن يكون مثلا هناك مشكلة في الميراث حصل إشكال في الميراث فقام أحد الورثة وقال لا أنا شريك للوالد و أنا لي النصف و ما عنده بينات ولا إثبات و رفع الأمر للمحكمة فالمحكمة أخرت هذا الميراث عن القسمة حتى تصل إلى نتيجة من هذا الأمر هذا شيء طبيعي أمر آخر ما يتعلق بقضية التأخير بسبب دهش بعض الورثة خاصة البنات والنساء فحقيقة أنا يعجبني بعض المحاكم في بعض الدول الإسلامية يجعلون شهرين أو ثلاثة يقولون بعد شهرين أو ثلاثة يبدأ تقسيم التركة لماذا؟ لأنه ثبتت حالات أن خاصة البنات لما يموت مورثهم يعني يكونون في حالة حزن و في حالة دهش مثلا فربما جاء أحد الورثة و قال لها يعني حاول أن يؤثر عليها في قضية التنازل عن الميراث ففي هذه الفترة فترة الحزن فترة يعني استصغرت الدنيا و رأت بأن هذه الأمور كلها ما يلتفت إليها هذه فترة يعني الإنسان يغيب فيه يغيب لديه التفكير الصحيح و النضوج فترة دهش إنسان إحيانا يقول شيء ما يريده فلذلك يجعلون شهرين أو ثلاثة حتى تذهب هذه الفترة و يكون الإنسان يملك عقله و لذلك للأسف وجدت حالات بعض الأولاد الأبناء اللي عندهم و اللي عندهم بلا طمع يعني قال الخواتة الدنيا هذه ما تسوى شيء و جاب كلام منمق و أثر عليهم و قالوا ما نريد المال خذه بعدين بعد شهرين ثلاثة رجع لهم عقلهم و احتاجوا المال فدخلوا في ضائقه فهذا مما يجوز أما إذا كان تأخير الإرث من دون سبب لا لسبب و إنما لتسلط بعض الورثة خاصة الأخ الكبير في الغالب يصير عنده سلطة و يقهر البنات و يقهر بقية إخوانه و ربما يستثمر هذا المال لصالحه فقط فهذا حرام و ظلم هذا حرام و ظلم و لذلك الله عز و جل عقب بعد ذكر آية المواريث حينما قال فريضة من الله قال و من يعص الله و رسوله فإن له نار جهنمه نسأل الله العافية و السلام و لذلك يتق الله بعض الناس الذين يؤخرون تقسيم الميراث لا لسبب فقط هكذا و بعضهم و الأشد من هذا أنه يستولي على الميراث أو يخفي شيء من التركة هذا ظلم و العياذ بالله و آكل للمال الحرام و معرض نفسه و لسخط الله و عقوبة الله فما يدري متى ينزل عليه الرجس و العياذ بالله و العقوبة و لذلك بالنسبة لتأخير لتقسيم التركة لا لسبب هذا أمر محرم و لا يجوز أما إذا كان ثم سبب من جهة المحكمة من جهة الدولة من جهة مثلا اتفاق الورثة و فيه مسألة أخرى أخرى يا أحمد اتفاق الورثة و هذه فاتتني بحيث أن الورثة يقولون والله نحن ما نريد نبيع الآن الآن زمن كورونا مثلا العقار نازل ما أحد يشتري ما في سيولة ما في كذا ما نبيع ما نقسم عفوا ما نبيع العقار ولا كذا ولا نقسم الترك مثلا لهم الحق حتى لو قام واحد قال لا أنا أبغى أحقي الآن مثلا فينظر إلى المصلحة الراجحة المصلحة الراجحة طيب هذا مثلا مورثهم ترك لهم بناية تسوى عشر مليون الآن ما تجيب مليون واحد مثلا هذا الذي يقول أريد حقي الآن هذا عنده سفه مالي ما يفهم في قضية الأموال والتجارة فيقال له لا لما ليس لك الحق ما دام البقية كلهم متفقين على هذا أما إذا اتفق الجميع قالوا حتى لو في زمن كورونا ما عندنا مشكلة أهم شيء نريد المال خلاص يجب على الشخص إذا كان المتولي عليهم ما دام الجميع طلب القسمة يقسمونها أحمد يسأل عن الأحفاد يقول هل يريثون من جدهم إذا مات والدهم في حيات جدهم أخي الفاضل هذه تسمى الوصية الواجبة أو الجائزة فالأصل أن الأعمام يحجبون أولاد أخيهم الأعمام يحجبون أولاد أخيهم فالآن عندنا رجل توفي وترك ثلاث أولاد في ولد من أولاده توفي في حياة أبوه وخلف أولاد هؤلاء الأولاد محجبون بأعمامهم اللي هم أخوان أبوهم أخوان أبوهم فهؤلاء محجبون لكن هنا العلماء ذكروا ما يتعلق بالوصية الواجبة والوصية الجائزة ففي من أهل العلم من ذهب إلى أن هؤلاء لهم في حدود الثلث في حدود الثلث وهذا تسمى الوصية الواجبة ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الوصية تكون جائزة فإيا أحمد بارك الله فيك الحال مثل هذا يرجع فيه إلى البلد اللي يعتمد هذا الشيء فإذا كنت أنت في بلد المحكمة الشرعية تعتمد الوصية الواجبة فالله يعينك ما في بأس لأن هذا حكم القاضي حكم القاضي ولذلك يأخذون حقهم بحكم القاضي أما إذا كنت في بلد لا ما يذهبون إلى الوصية الواجبة ما يذهبون إليها وإنما يقولون جائزة فلا تقسمون وهؤلاء يكونون محجوبين بالنسبة لأولاد الإبن أولاد الإبن طبعا اللي أحيانا النشأ مثل هذا الأمر كون بعض الأعمام يعني يمنعون أولاد أخيهم حتى من الوصية الجائزة مع حاجتهم ولذلك الله عز وجل قال وإذا حضر القسمة أولو القربة والمساكي واليتامة والمساكي فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفة حمل العلماء هنا الأمر على الرشاد والاستحباب فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفة ولذلك قالوا بعض أولاد الإبن الذي مات في حياة والده قد يكون في ضائقة شديدة قد يكون في ضائقة شديدة في المقابل على العكس أيضا قد يكون أولاد الإبن أغنية بحيث أن والدهم ورث لهم مال كثير وأعمامهم فقراء يعني أفترض توفي هذا الولد مليونير هذا الولد أولاده ورثوه أخذوا ما شاء الله ملايين جدهم لما توفي ما ترك إلا شيء يسير ما يكفي هؤلاء الأولاد فهل ندخلهم الآن مع أنهم أغنية ليأخذون الوصية الواجبة هنا يأتي المسألة ويأتي كلام أهل العلم بارك الله في الجميع أم خالد تقول أنا عيالي في البيت الحمد لله متزوجين وعندهم عيال وكذا ممكن أدفع الفطر عنهم هل أدفع فلوس؟ أم خالد بارك الله فيك أولا زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام طهر للصائم من الرفث من اللغو والرفث وطعم للمساكين فلذلك أنا دائما أنبه إلى أن كل من كان مقتدر على قيمة زكاة الفطر ليلة العيد يخرجه هو عن نفسه لماذا؟ لأنه هو الصائم ويسمون العلماء زكاة الفطر زكاة البدن يقولون زكاة البدن تابعة للبدن أينما كان البدن يزكي فأنا أنصحك يا أم خالد الله يرضى عليك تتركين عيالك على ما هم عليه ويقول لهم كل واحد يزكي وبعدين يعني في بعض الأولاد الآن ما شاء الله معيل كبير وعنده عيال وزوجه وعيال ما شاء الله الله مبارك وما يعرف زكاة الفطر ليش؟ لأن أمهم دلعته ما شاء الله وأبوهم دلعه منه صغير ويقدونه تزوج وعيال وما شاء الله ويطلعون عنا زكاة الفطر ولو سألتوه قلتوا له كم زكاة الفطر قال الله ما أدري البركة في الوالدين فلذلك أنا أقول وهذا واقع صراحة واقع بعض الناس والله ما يعرف زكاة الفطر وما يعرف الأضحية وما عمر شافه ليش؟ لأن الوالدين ما شاء الله يعني مرفهينهم دلعينه وتاركينه على لا 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 أنا أنصحك يا أختي الفاطر تنبهينهم من الليلة تقول زكاة الفطر على كل واحد منكم يحسب عن زوجت عن نفسه وعن زوجت وعن عياله حتى لو كانوا ساكنين عندك في البيت لأن هذه زكاة تتعلق بذاته فهذه القضية وطبعا هي طعام الأصل طعام وهذا قول جماهير السلف والخلف جميع الأئمة على أنه طعام في بعض الفقه ذهب إلى أنه يعني يعرف سعر الصاع بارك الله فيك أبو عبد الرحمن من أبو ظبي يسأل عن الأسهم يقول يعني بالنسبة للأسهم معروف كيف نحسبها يقول عندنا جمعية ما نعرف يعني مسألة الأسهم ما تعطينا شيء من هذا القبيل وكذلك انفصلت عنها جمعية أخرى وأيضا لنا أسهم فيها ما العمل أبو عبد الرحمن الحل سهل جدا واضح أنك أبو عبد الرحمن عندك فكرة عن زكاة الأسهم الأسهم عندنا على نوعين أسهم استثمارية وأسهم مضاربة الأسهم الاستثمارية وهي مثل الجمعية التي أنت فيها الزكاة ليس على سعر السهم وإنما الزكاة على الأرباح التي تجنيها أنت من وراء هذه الأسهم لماذا؟ لأنك أنت أصلا لست تناوي المضاربة بالأسهم هذه وإنما تريد أن تأخذ الربح مثل شخص عنده بناية بنى بناية ما يريد بيعها يريد استثمارها فأجرها الزكاة ليس في سعر البناية الزكاة وين؟ في الأجرة إذا قبضها يزكي الأجرة هذه الأسهم بارك الله فيك النوع الثاني الأسهم أسهم المضاربة وهي أنت أنت اللي يضار فيها يوميا جالس ما شاء الله على الشاشة ارتفع انخفض بيع إذا ارتفع لا تبيع إذا انخفض هذه سمى مضاربة هذه يجب عليك بعد مرور سنة كاملة حول مرور 12 شهر قمري تقيم الأسهم وتزكي الأسهم مع الأرباح وتنظر إلى سعر السهم السوقي وليس الدفتري ليس سعر الشراء وإنما السوق عفوا السهم السوقي اللي كم قيمته الآن في السوق أنت اشتريتها بدرهمين؟ أصبح بعشر دراهم تزكيه بقيمة عشر دراهم وتجمع عدد الأسهم كله وتزكيه هذا أي نوع؟ هذا نوع الأسهم المضاربة اللي فهمت يا أخوي أبو عبد الرحمن أنك أنت الآن في الجمعية غير مضارب غير مضارب وكذلك الجمعية اللي انفصلت أنت الآن مؤسس أو مستثمر فأنت تأخذ الأرباح فقط ولذلك الزكاة في الأرباح رضي الله عنك في قول لبعض المعاصرين الزكاة واحد على الأسهم هل أنت يا أبو عبد الرحمن تذهب إلى هذا القول إذا قلت لي نعم والله أنا أبغى أبرئ ذمتي وأحتاط خلاص تروح للجمعية تقول كم سعر السهم الآن إذا جيت أبيع هم ما يخبرونك طبعا فيقول لك الآن مدام عندك الآن تقول أنا قادر على البيع خلاص تشوف سعر السهم سواء عند الجمعية أو عند غيرها إذا حبيت الآن تسأل المصرف تقول لو أرد أن أبيع كم السعر بيعطوك السعر وتحسبه وتحسب الأسهم كلها وتزكيها من من السعودية تقول خالتها صلحت عملية في رمضان في عيونها ويضعوا لها قطرة تقول يعني هل القطرة تفطر وأشعر بطعمها لا ما تفطر القطرة قطرة العين ما تفطر بالنسبة للصائم بارك الله فيكم حتى لو شعر بطعمها في حلقه مونة تقول جارنا يعني يبيع المحرمات وكذا تقول جاب لي فلوسه حتى أمان عندي تقول يعني ما حكم ذلك مونة بارك الله فيك إذا أنت متيقنة أو غلب على ظنك أو رجل المشتهر بين الناس أنه يتعامل بالمحرمات ويبيع المحرمات فلا يجوز لك أن تعينينه على مثل هذا فتحفظ المال عندك تحفظ المبلغ المالي عندك تقول حط فلوس عندي لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله لأن هذا الرجل ما وضع المال عندك لأنه فيه مصارف وفيه بنوك إلا وهو يريد أن يتهرب عن الدولة وعن الأمن فربما يباغتونه ويهجمون عليه فيقول أنا ما عندي شيء يحاول أن يبرئ نفسه وهو قد وضع المبلغ عندك هذه مشاركة له بارك الله فيك كيف تشاركين في مثل هذا الجريمة هذا حقها الحبس حقها القبض عليه لأنه مفسد في الأرض ولذلك قلت الفاضل لا تفعلين هذا مرة ثانية رجع المبلغ المال يقول له سامحني أنا ما أقدر أحتفظ بمثل هذا المبلغ أنا بيتي مفتوح وكذا فتنتبهين من هذا بارك الله فيك مونة تقول عندي التهابات شديدة ويخرج عندي إفرازات يعني من القبل تقول بالنسبة للصيام ما حكم ذلك صومك صحيح بارك الله فيك فالمرأة إذا خرج منها إفرازات سواء أي نوع من أنواع الإفرازات فإن هذا لا يبطل الصوم إنما يبطل الوضو تتوضئيه للصلاة أما الصوم فصحيح والذي يبطل الصوم الذي يبطل الصوم هو خروج دم الحيض أو النفاس هذا هو الذي يبطل الصوم ولا يجوز المرأة الحائض ولا النفس أن تصوم حال حيضها أو حال نفاس فالإفرازات هذه ما تبطل الصوم بارك الله فيك أم أحمد من الشارق بارك الله فيها تقول إذا أردت أن أدعو في السجود أحمد الله وأصلي على النبي هل في كل سجدة أفعل مثل هذا الفعل قبل الدعاء أم أحمد الله يرضى عليك يظهر أنه نعم أفضل أفضل تمجدين الله وتقدسينه وتعظمينه ثم تصليين على النبي وتقدمين دعوتك بعد ذلك هذا أفضل لكن لو اكتفيتي في السجدة الأولى عظمت الله وكذا ما عليك شيء ولله الحمد ويجزئ هذا أم أحمد تسأل عن حديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد تقول متى هذا يعني عموما الله يحفظك ويبارك فيك بالنسبة للصائم الله عز وجل هناك ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم حتى يفطر دعوة الصائم حتى يفطر وحتى هنا للغاية يعني إلى أن يفطر بمعنى أنه لو دع الله في فترة صومي فإن الله عز وجل استجيب له دعاء وعند الفطر أيضا دعوة مستجابة ما ترد عند الفطر فيدعو الإنسان عند فطره وإن كان الحديث متكلم فيه من جهة الإسناد ومحل الخلاف لكن عموما عند هذه العبادة يكثر من أيضا الدعاء يكثر من الدعاء ورد ما يدل على صحة هذا المعنى وكذلك في الليل لا ينسى نفسه من الدعاء أم أحمد تسأل تقول هل يمكن للإنسان أن يضع مسجل فيه دعاء ويؤمن وراءه الله يحفظك يبارك فيك بالنسبة للمسجل الذي فيه قراءة قرآن أو فيه رقية أو فيه أدعية هذه تسمى حكاية وليس هو دعاء حقيقي وليس هي قراءة حقيقية وليس هي رقية حقيقية و لذلك الأمر واسع يعني هو الدعاء لكن يعني ما يترتب عليه مثل ما يترتب على من دعا وأمنت أنت معه في البيت مثلا دعا وأنت أمنت معه يختلف الحال لكن ما يمنع الأمر واسع في هذا عفيفة من السعودية تقول بأن زوجها أفطر في رمضان بسبب الجماع وتوفي ولم يقضي تقول أنا ولم يكفر أنا كفرت عنه بصيام شهرين متتابعين الآن أريد أن أخرج عنه الكفارة لأنه كان هو يرغب في الكفارة عفيفة بارك الله فيك بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وليس على التخيير فالراجح من أقوال أهل العلم عتق رقب فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بهذا مع الأعراب الذي شكى له أنه وقع في مثل هذا الأمر و لذلك أحسنت أنت حينما صمت عنه و ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات و عليه الصيام صامع عنه وليه فما دام أنك صمت ما في حاجة إلى الإطعام تحبين تتصدقين عن زوجك مثلا بالإطعام تشكرين على ذلك و تؤجرين أم محمد بارك الله فيها من ليبيا تقول يعني في 15 رمضان شربت ماء بعد الأذان بخمس دقائق تقول من تبهت ما حكم صومي هذا خطأ منك فصومك صحيح صومك صحيح لأن الأصل بقى الليل فما دام أنك أخطأت غلب على ظنك أن المؤذن لم يؤذن بعد و شربت ثم تبين بأن المؤذن قد أذن قبل دقائق صومك صحيح و لله الحمد و المنة أما إذا تكاسلت و تهاونت و قلت لا أشرب كيفما اتفق و بعدين أشوف لا تقضين هذا اليوم أم محمد تقول عندي أخوي توفي من سنة وأبكي عليه دائما يعني هل آثم على مثل هذا الأمر أم محمد بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه و هذا الحديث له توجيهات عند أهل العلم متعددة و طرائق قددة في بيان المعنى و لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك ما ينبغي لك أن تبكي عليه الدهر كله و إنما تنتهين و الشريعة تدعو المسلمة إلى أن لا يستديم الحزن و إنما الحزن عندنا مؤقت و ينتهي لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثناث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرة و الآن اسعي في اللي ينفع أخوك اللي ينفع أخاك ما الذي ينفع الميت الدعاء و الصدقة و صلة الرحم التي لا توصل إلا هذا من حقه عليك أيضا فلذلك أكثري له من الدعاء و أكثري له من الصدق و أنت في مثل هذه الأيام أيام فاضلة و ليالي طيبة و زاكية أكثري له من الدعاء هذا حق عليك أما البكى و الحزن و استحلاب الألم هذا ليس من شريعتنا و ليس من هدي النبي عليه الصلاة و السلام فتنبأ لا تخالفين النبي عليه الصلاة و السلام توقفي عند هذا الحد و أكثري من الدعاء و الصدقة لأخيك انتهت الأسئلة و انتهى وقت البرنامج ألتقيكم غدا بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية